موسيقى مساء الخير أعزائي المشاهدين أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أمنية مصرية أمس انتهت الانتخابات الرئاسية عبر الشعب المصري عن قراطه وبشهادة جميع المراقبين الأجانب قبل المراقبين المحليين شاهدوا بنزحة الانتخابات وعدم التدخل في إرادة النخب الانتخابات خلصت فأنا هو لا بحشد ولا بتكلم بس أنا برضو بقى عايز أسأل اللي منزلشي منزلش ليه؟ عايز أحكيلكوا حكاية حصرة المارحة في الغرداء كان فيه شاب قاعد على القهوة وبيقول شايفين عملين يحشدوا الناس عشان تروح اللجان شايفين بيخلوا الناس ينتخبوا ده من الصح ليه كده؟ وقاعد يهلل أم واحد راجل مصري عادي بسيط ومن أهلنا قالوا باللفز كده ما ده اللي انتوا عملتوا الثورة علشانه؟ انتم عملتوا كل ده علشان يبقى لكم حق الاختيار خرقتم عشان حق الانتخاب طالبتم نسمع صوتكم ونعف رأيكم وتقولوا انكم موجودين ولما تجي لكم الفرصة النهاردة ترفضوا؟ وقال للشاب هسألك سؤال هو حد يا ابني بيقف على ايدك وراستارة وانت بتختار وبيقولك ادي صوتك له فلان وبلاش فلان في حد بيتدخل انت بتعمل ايه في صوتك؟ انت يا ابني واللي زيك سبتوا حقكم ما تلوموش غل نفسكم الحوار ده انا سمعته النهاردة وحسيت ان انا محتاجة اقول ده لان الانتخابات في مصر مش رئاسية فقط فيه انتخابات جاية تانية اللي مراحش الانتخابات مدون عزر ارجوك ما تسألش عن حق انت فردت فيه الايام اللي فاتت عموما فيه استحقاقات انتخابية للسجاية فيه انتخابات المجالس المحلية انتخابات مجالس النواب يريد نفوق لحقنا الانتخابي وانا ما بقولش واجبنا الانتخابي ده كان حق الينا طالبنا الدولة بيه واخدناه فاحنا لازم نستخدم حقوقنا عشان ما نرجعش نندم عليها احنا بقى حلقتنا النهاردة فيها فقرتين الفقرة الاولى هنستقبل فيها المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري تشيد والبناء وهنكمل معاه الكود ومشاكل الاسكان لان ده ملف فتحناه واحنا عادة ما بنفتحش ملف وبنسيبه الجزء التاني من الحلقة احنا معانا معانا الكاتب ايهاب معوض استشاري علاقات الاسرية اللي قال في كتاب كاتالوكس السيد نطلع فاصل تشوفوا في حضراتكم الجيدة السقافية ونقابلكم مرة تانية افقونا موسيقى 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 ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومشرفنا في الستوديو المهندس سهل الضمراوي عضو الاتحاد المصري التشهد والبناء اهلا بك فرح اهلا بك فرح اهلا بك فرح احنا عادة في قمدية مصرية لما بنفتح ملف بنحب ان احنا نتابعه ونكمله لما جينا اتكلمنا مع حضرتك في مرة اللي فاتت في الكود المصري جالنا اسئلة على الصفحة حسيت ان انا محتاجة اوضح ده للمشاهدين عشان حتى لا يصار كمان الفزع اول حاجة هل اي خلاف في الكود المصري ده معناه ان المواطن في خطر والسؤال التاني برضه هقول له حضرتك هل كلمة الكود المصري هل ده معناه ان احنا عندنا معايير خاصة بينا ولا هي يعني انتونيشن ستاندرز او معايير عالمية احنا بنتبهها ولو كان ده كده ليه اسمها الكود المصري فضل فان واحدك مبدئيا ايه هو الكود المصري ايه تعريف الكود المصري الكود المصري هو تعليمات موجودة وكيفية ان اي مهندس ازاي يصمم عمارة لازم يرجع للكود المصري اصممها ازاي وباني طريقة الكود المصري عبارة عن جابه اولماء كبار في الهندسة من مصر ومن خارج مصر واخدوا الخبرات اللي موجودة في اوروبا وموجودة في امريكا وشافوا ايه اللي ممكن ينفع معانا في مصر وتحط في الكود المصري ينفع معانا في مصر دي يا بشمانس تبقى لي ايه تبقى لي مثلا للتربة تبقى للجو يعني ليه اللي عند يعني اصل الناس جالها برضو حيك عارب بعض الناس بتفكر شوية سلبي قالك طبعا طبعا لما كود مصري يبقى اكيد ايه ما هواش على المستوى العالمي لا بالعكس فهل ده حقيقي يا فانديم لا بالعكس فانديم هو خبراء الهندسة في مصر واسازة الجامعات كتير جدا اجتمعوا وتعاملت لجنة بيسموها اللجنة المستديمة او الدائمة لكود المصري وفيه لجنة اللجنة الرئيسية اتسازت جامعات واستعانوا بخبرات اجنبية وشافوا اللي بيحصل في العالم ايه وكيفية تصميم المنشئات في العالم في اوروبا وفي اسيا وشافوا ايه اللي ممكن يصلح معانا في مصر من ناحية طريقة التنفيذ عندنا قد تكون سيئة اقل شوية العمالة ممكن تبقى غير مدربة شوية فبدأنا نزبط المعايير على مصر التربة مختلفة طبيعة الجو مختلفة طبيعة الاستخدام مختلفة طبيعة الصيانة ايه المعنى كده يا فندي ان اي بلد ظروفها زي مصر هتبقى دي نفس معاييرها مزبوط يعني احنا ما عندناش حاجة خاصة بينا خلاف العالم احنا عندنا حاجة معدلة تبقى لوضعنا احنا شوية احنا يمكن في الشرق الاوسط مختلفين شوية العالم حتى في طريقة التنفيذ نفسها والعمالة نفسها طريقة تدريب العامل كده ان اعمل منشأ او اعمل كمية خرصانة اعملها اضمنها بالنسبة 100% ولا 90% ولا 80% فاحنا في مصر الكده المصري اخذ الورست كيس او الحالة السيئة اللي هو لو حتى حصل اهمال يبقى بيراعي الامان بيعمل حاجة اسمها معامل الامان لو حاجة معينة هتحمل عليها 10 كيلو وتنهار لا هو بيقول ايه لا 3 كيلو بس معامل الامان بيبقى في حدود 3 عشان نطمن الناس يعني احنا الكود المصري بتاعنا كمان بيحاطت في اعتباراته الامان بنسبة اعلى مزبوط من المعايير العالمية مزبوط ولكن بيقول هو ده الحد الادنى للامان يعني دايما احنا علشان بنتابع وخايفين على ارواح الناس وخايفين على المنشآت حتى الكود المصري نفسه هو موجود معايا هو بيقول ان التعليمات والبنود الموجودة في الكود المصري يلزم اتباحها علشان هي الحد الادنى للامان لكن أنا بطمن أستاذ المشاهدين الموضوعات مش خطيرة والحمد لله في مصر عندنا وزارة الإسكان وعندنا نسبة التنفيذ عالية جدا في الكام وفي الكيف كمان يعني يتعامل كمية مشروعات بسم الله ما شاء الله قدام العالم كله العالم كله يشهد باللي حصل في مصر أسحادت فتحت لنا موضوع برسعيد الحلقة اللي فاتت وطبعا الأسئلة من برسعيد كانت كتير قوي فأنا شعرت أن أنا مقدرتش أقدم للمشاهد اللي هو عايزه فرسعيد هو حضرتك في خضم آلاف المشروعات اللي بتتعامل طبيعي جدا بفيه مشروع فيه مشكلة معينة يتعامل مشروع إسكان اجتماعي أنا بكرر تاني موضوع بسيط جدا مفوش أي حاجة محلول إن شاء الله أنا حاس أنه هيتحلي خلال أيام إن شاء الله بإذن الله ولكن هو الموضوع ببساطة خالص يعني ببساطة الكود المصري بيقول فيما معناه فيه مادة فيه رقم أربعة على تلاتة على سبعة على عشرة بالزبط كده معنا المادة دي إن الترابيزة اللي احنا عادين عليها دي إن اللي شايلها الركائز مش الهواء اللي تحتيها بس فوزنها لازم يتحمل على الركائز فهي عمارة لها ركائز وهي بنسميها الخوازي الوزن كله يتحط على الخوازي إن الأرض نفسها لو انسحلت من تحتها ما تأثرش خالص إحنا بس بمهتمين موضوع برسعيد على أساس أن برسعيد من أسوأ الأراضي اللي موجودة في مصر من حيث التحمل الأراضي كلها ضعيفة جدا وملحية أعتقد اسمها سهل الطينة سهل الطينة دي منطقة تانية ولكن هي برسعيد نفسها أرض سيئة جدا وضعيفة وأرض بسميها أرض فيها أراضي عضوية وأراضي مملحة لدرجة إن هي ضعيفة جدا فبيتعمل إيه ساعة ما بيتعمل خمس أدوار ما فيش مشكلة أكتر من خمس أدوار الكل بيلجأ إلى عمل حاجة اسمها الخوازي بحيث أنه ينقل حمل العمارة نفسها على تربة صالحة تحت مشكلة برسعيد إن التربة الصالحة على بعد 60 متر تربة كويسة 60 متر فبيعتمدوا يعملوا خوازي بنسميها خوازي احتكاك بتاخد حملية نية بتحتك بالتربة فملخص الموضوع ببساطة خالص إن تبقى لو طبقنا الكود المصري هيطلع 255 عمود تحت العمارة وده اللي عملته عمله جهاز مركزي للتعمير في طرح المشروع ولكن للأسف الشديد حصل غلطة معينة أو بعض الشركات بدأت قدمت مشروع لا في كل الأبراج ولا عدد منهم لا عدد وعدد مش كتير يعني بقيت الأبراج كلها في المشروع ما فيش مشاكل بقيت الأبراج كلها سليمة وما فيش فيها أي مشكلة هو عدد بسيط جدا لا يتجاوز 15 برج تقريبا من كم بقى؟ أو 18 من 66 تمام فهما 18 برج ومعالجتهم حاليا شايف ان هي فيه طرق سهلة جدا وبسيطة وتاخد وقت بسيط جدا ومش وايد ان هينهد الأبراج دي والناس تروح حاجتها ويروح خلص لا فيش كلام دخل مش موجود لا لا شوية حاجات بسيطة جدا هتتعامل في الأساسات حوالين لعمارات وبطريقة سهلة جدا مفيش فيها أدنى مشكلة وهو ده اللي احنا قدمناه للجهاز المركزي للتعمير وطلبناه بدا المشكلة احنا بنقول وزارة الاسكان مش وزارة الاسكان وزارة الاسكان الكل يشهد لها بانجازات غير عادية حتى الجهاز المركزي للتعمير عمل انجازات جميلة وهيلة جدا كون ان فرد في الجهاز ان هو أخطأ او هو اخد الموضوع بعصبية شوية او اخده تحدي فمش معناه احنا بنسيق للوزارة او بنسيق للجهاز المركزي للتعمير بنحترمهم وبنقدرهم وعملوا مجهود غير عادي ومشرف لمصر وبصراحة وزارة الاسكان قادة الاقتصاد المصري وزارة الاسكان شغلت عمالة رجع لنا 3 مليون عامل من السعودية ومن الخليج ومن ليبيا ومن العراق وزارة الاسكان بمشروعاتها استوعبتهم محسناش فيه بطالة في البلد حركة السوق هي العمود الاساسي للاقتصاد الانشآت الموجودة وزارة الاسكان عملت حاجات غير عادية يعني عملت كمية كباري كان زمان احنا صغارين الكبري بيطلع لما نجبر يخلص دلوقتي في 6 شهور مشيء رائع اتعامل 3500 كيلو طرق احنا عندنا 7000 كيلو اصلا في مصر من 1920 يعني في 100 سنة اتعامل 7000 كيلو في 4 سنوات اتعامل 3550 فعلا لأ سني عيزة قف عند الاحصائية دي حالتك احنا اتعامل 50% من الطرق نعم نعم حقيقة وحقيقة موجودة واضحة للكل موجودة اتعامل لا يقل احنا يمكن داخلين في 4000 كيلو لكن احنا بنقوله مبدئيا ما تم انهاء وتسليمه تماما 3500 كيلو مصر كانت تمتلك من 1920 ل2018 في خلال 100 سنة كان اللي موجود عندنا كل 7000 كيلو احنا عملنا 5000 كيلو طوله تانين غير الكباري وغير المنشآت الكتير جدا اللي حصلت في بلد المشروعات والمدن الجديدة شيء مشرف وشيء هاير معنى كل ده لو في غلطة معينة كلها ترق كمالنا ما فيش مشكلة لو في غلطة معينة ما ناخدناش يعني عارفة العند الموضوع مش عند الموضوع بسيط جدا ونرجع للكود المصري كلنا بطلبه من السادة المسؤولين هيبص قد يكود المصري موجود قدامنا هو يبص في الصفحة رقم واحد وصفحة رقم 110 انا بقولها بسيطة أو رقم واحد قد قرار الوزارة اللي طالع ايه ميدن اللي بيعدل لو فيه اي تعديلات فيه لجنة اسمها اللجنة الدائمة للكود المصري موجودة وفيها اسات الجامعات لو في اي شيء عايز يتعدل لو هنقوله لا ده احنا زي ما قلنا مثل الترابيز الهوى اللي تحتها لو منها تراب هيشيل لو تعرض ده على الكود على اللجنة هو بالفعل تعرض على اللجنة ورافضت ده وقارت لا احنا عايزين الامان تحمل على الركائز فقط فدي وموجود اللجنة الدائمة وموجود قرار الوزارة بيوضح مهمة مركز البحوث مركز البحوث مش مهمته ان يعدل مركز البحوث زي ما واضح في قرار الوزارة مهمته الوحيدة نشر الكود المصري والتعريف به والتدريب عليه بالزبط المادة موجودة كده للأسف شديد الجهاز المركز التعمل بيرد يقول ايه اصلحنا اخدنا رأي مركز البحوث وخلاص وقع يعني هي مثل حل هيبقى حقن تربة ولا هيبقى عمل خواعي جديدة الحل بسيط جدا بيتعمل حاجة اسمها خوازي إبارية محيطة بالعمارة نفسها كلها في الدوائر من بره من غير ما نعمل اي شيء في العمارة وبنربطها بالأساسات فبتبدأ يعني حاجة بتبقى واقفة كده بنعملها الدائر بتاعها خوازي وبنربطها بالأساسات نفسها وبنعمل عملية حقن ودي تاخد وقت ايه في التنفيذ لو تم قرار بالتنفيذ حضرتك لا يزيد عن شهرين يخلص الموضوع فقط لا غير مش أدنى مشكلة خالص الموضوع بسيط جدا بسيط جدا ولكن أي مشكلة زي أنا بقول تحت السماء لها حل أهم حاجة في كل المشاكل نحن متعرض لها في مصر نحن نعترف بالمشكلة ما نضيعش وقت في الإنكار الأمور واضحة جدا مش محتاجة إنكار واضحة أو لو حد أرى الكود المصري أول صفحة المقدمة يطلع على القرار الوزاري عرف مهمة مين إن هو اللي يعدل مش مركز البحوث مهمة يعدل مركز بحوث مهمة ينشر الكود بس فيه اللجنة الدائمة واللجنة الدائمة موجودة ولو حد يشايف إن فيه طريقة معينة ممتازة هتوفر شوية يقدمها لللجنة وبالفعل تقدم لللجنة واللجنة رفضت فإحنا بنقول يا جماعة ما ينفعش دي فلوس كتيرة جدا ودي أموال كتيرة جدا اتصرفت في المشروع فما ينفعش وإحنا بالنمج أمنية مصرية هيتابع الموضوع كمان إن شاء الله وهو حاليا جاري متابعة من تأمل إعداد مع وزارة الإسكان بحيث يشوف القصة وإن شاء الله ما يبقاش فيها حاجة تنحل بإذن الله إن شاء الله وإحنا بس بنوجه إن فيه تصرفات بتبقى يعني شوية بنعتبر إن هي من أفراد فقط إن مجرد إن إحنا أثرنا موضوع الكود المصري وإن فيها جماعة شكلوا لجنة مش هتاخد ساعة تشوف أصل الموضوع إيه حصل إن رئيس الجهاز المركزي بدأ يتعامل معايا أنا شخصيا ومعايا شركتي يسحب الأعمال مني وماشي في الإجراءات نعتبر إن هو تصرف أتمنى إن حيثك عضو حيثك عضو في لجنة معترب بيها وهو المفروض إن كلنا نقول رأينا يعني طيب حارتك دلوقتي حيثك جبت لنا الكود المصري مع حضرتك هل الكود المصري يا فندم من وقت للآخر بيتم تغييره طبقا لتغيير العوامل الجوية التربة حتى علميا بعد فترات بيتم تغيير هل بيتغير ويجدد ولا طبقا للطرق البناء اللي موجودة في العالم طبقا للتقدم ومكتوب في الكود المصري كده لم يفيش مشكلة أن يتغير أي مادة فيه تتقدم لمين فيه لجنة دائمة للكود المصري واللجنة الدائمة موجودين واساسة الجامعات ومشايخ في الأساسات ومعروفين جدا جدا بيتقدم للجنة الدائمة واللجنة الدائمة بتشوف والله لو الكلام أو التعديل أو الحزف حتى أو الإلغاء أي بند من الكود مفيش مشكلة خالص موجود في القرار الوزاري اللي في أول صفحة تمنى يقروها بس أنا أعني يا فندم أن هل التكنولوجيا الجديدة في البناء بيتم بناء عليها تحديث الكود المصري مزبوط ولا لا يتم تحديثه بيتم تحديث الكود المصري بيتم بالفعل ولو في أي طرق جديدة بتساعد في البناء في طرق مثلا كنا بنعمل الأساسات بطريقة معينة لما تحدثت المكان وتحدثت التكنولوجيا بقى فيه طرق تانية بيتحدث بالفعل الكود المصري بيتعرض على اللجنة الدائمة اللي موجودة بالفعل وبتحدثه وبتنزله في الكود المصري وفي القرار الوزاري ويعتبر التحديث ده جزء من الكود المصري يلزم اتباعه السؤال التاني برضو اللي للناس كلها شغلها جدا فيه احتمال انهيار في أسعار العقارات الفترة القادمة حضرتك هو الاحتمال ده يبقى وارد في حالتين اتنين بالزبط كده الحالة الاولانية إلغاء رسوم الإغراق على بعض مواد البناء زي الحديد الحالة التانية إن احنا الحمد لله يتعامل في مصر الحاجة جميل قوي بقى عندنا الاحتياطي اتنين واربعين مليار دولار أنا لست سياسيا ولا اقتصاديا ولا متخصصا في ده ولكن أنا بقول للبنك المركزي انت كان عندك احتياطي قبل كده اتناشر مليار فقط انت وصلت النهاردة لاثنين واربعين مليار وداخل على ثلاثة واربعين مليار نفكر كيفية نرفع الجنيه المصري تاني أمام الدولار الأمور كلها تتغير خالص كل شيء هيرجع إلى حد كبير زي ما كان وحتى احنا بنأمل إن القيمة العادلة للجنيه المصري إن مفروض أنه ما يزيتش عن 13 حضرتك الدولار ما يزيتش عن 13 الجنيه مصري وده قيمة العادلة ونستطيع دلوقتي من وجهة نظري إن تنزل قيمة الدولار ويترفع قيمة الجنيه لو ده حصل احنا عندنا أكتر من 70% من استخدامات المواد البناء بنجيبوا المادة الخام بنشتريها بالدولار من بره طب حياتك في وجود 14 مدينة جديدة في الفترة الأخيرة هل ده ممكن يساهم في انخفاض أسعار العقارات ولا ده ملوش علاقة أولا حضرتك الطلب موجود موجود كتير جدا أكتر من العرض مزبوط مازلنا حياتك الطلب أكتر من العرض أولا حضرتك الطلب للإحتياج بالفعل إحنا بدأت مع أننا حتخذ بالك في ملايين شواء مقفولة وده موضوع هنفتحهم بره تانية إن شاء الله يعني ده موضوع شواء المغلاقة ده إحنا بيتم من الوقت طيب يعدوا لأن ده موضوع كبير فهل حتك مع كل ده برضو حضرتك في احتياج هو الاحتياج أو الطلب على الوحدات السكنية شقين اثنين الشق الأول للي احتياج بالضبط لمعظم الطبقات المتوسطة وده بالفعل قامل بيه لوزارة السكن دور هايل اللي تقدموا عايزين شواء 962 ألف مواطن عايزين شواء اللي خلصت الشواء لحد النهاردة تم بنائها تماما وجاري تسليمها 750 ألف يعني هو 200 ألف اللي فعل بس 200 ألف خطة وزارة السكن في 2018 لحد الربع الأول في 2019 350 ألف وحدة بحيث أن هم هيكملوا المليون وحدة وهيزيدوا عنهم فهتضغط أنا شايف فيه تغطية الفجوة اللي هي للاحتياج نفسه حيثك بتكلم على السكن المتوسط والسكن 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 وهو ده بمثل طبقة كبيرة اللي هم محتاجين طب هل حيثك كل اللي محتاجين شو هفعل مقدمين لا هو فيه شقة تاني شقة تاني شقة الاستثمار العقاري الناس بتستثمر فيلوسها بدل ما بتحطها في مشروع بتحطها في بنك بتحطها في عقارات بتحطها في عقارات وده استثمار وده استثمار آمن جدا وهائل جدا وده استثمار الكل بدأ يفهمه وبدأ يحط فلوسه في عقارات علشان العقارات أأمن لحد النهار ده أفضل استثمار وأأمن استثمار هو العقارات وده ثبت بالفعل دراسة عملت من 2007 في مصر ل2017 في 10 سنوات معدل الزيادة 500% يعني حضرتك لو شارية شقة بمئة ألف في 2007 هي قيمتها 500 ألف في 2017 فالدهب لا الدهب عمل 280 بس فده المصرين حسين ده والإخوة العرب الأجانب بدأ يحسوا بالحكاية دي ففي ضغط وفي طلب جدا على الإسكان فجزئية إنها نقوله محدش عايز إسكان لده مش يحسن طيب حضرتك سوئي برضو كمان عنيدش عشان دي أسئلة الناس كلها بالنسبة إن حيك بتقول إن في 200 ألف شقة فقط هم الفرق ودول إن شاء الله هي بقفية 350 ألف شقة على نهاية الربع الأول من 2019 يعني بعد سنة من النهار مزبوط هل حضرتك ده معناه إن كل الناس بقى عندها شواء ولا ده معناه إن الناس تبدأ تقدم لشواء اللي مقدمتش يعني هل العدد ده لحياتك أشرت إله هل ده عدد كل اللي كانوا محتاجين شواء في مصر ما حدرت كل اللي كانوا محتاجين خلال سنتين كانت 962 ألف وقدمت بالمحكاج اللي راح يقدم ولا العشوائيات نحن عندنا حضرتك في مصر بالزبط كده عندنا لا يقل عن مليون حالة زواج سنويا فما يقولوا حتى الإسكان الاجتماعي بيغطي من 200 ل300 ألف منهم والباقي متفرد في كذا حاجة مليون حالة زواج في كل الطبقات ولكن نحن أقوله كان في قائمة انتظار أو كان في طلب اللي موجود لوزارة الإسكان بالكامل كل اللي جالهم الفترة خلال السنتين اللي مرت كان 962 ألف خلص 750 وجاري العمل في 350 هيدغطوا هيبدأ ناس كتيرة تانية برضو تبدأ على فكرة مشروع الإسكان اجتماعي بدأ بمليون واحدة هيخلص ولكنه وزارة الإسكان وزير الإسكان مهتم من وسيد رئيس الجمهورية مهتمين مشروع ده مش هيخلص يعني مشروع موجود مدام في طلب مشروع الإسكان اجتماعي شغال عشان يغطي الفجوة اللي هي للطبقة المتوسطة هل حضرتك المليون شقة المليون حالة زواج مش شقة نعم هل ده حصر موجود يعني هل في حصر موجود عندنا يقول ان فيه احتياج لكام شقة سنويا مزبوط حضرتك هو بالفعل ده حصر من الجهاز التعباء والإحصاء في الحدود دي الحصر الدقيق جدا جدا ده انا شايف اللي هو بيبقى شوية صعب شوية لكن انا هنتكلم في المتوسط تقريبا هو ده اللي بيحصل من عدد السكان ومن عدد المواريد ده بيطلعوا ومر برضه من أسامي الزواج فدي بتبقى في هذه الحدود اللي هو المليون حالة شقة المليون دول فيه بيبقى عندهم شواء أصلا وفيه اللي هم واخدين من قطاع الخاص وفيه اللي هو بيضطر يروح محتاج شقة من اسكان اجتماعي وفيه اللي هو حتى ما يقدرش ياخد شقة من اسكان اجتماعي ده اللي احنا فيه من بدرة متكلم فيها اللي هو احنا عايزين نبقى زي العالم فيه ناس يا جماعة في بداية حياتهم بيبقى عايش في استوديو غرفة محمام بعدها بخمس سنين بيبقى عنده غرفتين بعدها بخمس سنين بيبقى عنده ثلاثة احنا طلبنا من حضرتك تفاصيل عن هذا المشروع ويعني اتمنى حيات تقدمها لنا حيات كنت اشارت لقى قبل كده وإحنا بالفعل كنا اهتمنا بيه بس إحنا يعني عاوزين من حيات تفاصيل أكتر ونبدأ نشوف نقدر نعمل ايه وكمان إحنا حيات كنت اتكلمت كمان في مشروع اشواء المغلقة وبالفعل تم الاتصال بأحد عضاء مجلس الشعب في لاجنة الاسكان وهو وافق انه يجي يناقش معنا الموضوع ده يمكن نقدر نطلع بمشروع يحل قزمت السكان طبعا حديث ده كنز غير عادي احنا بنعمل 200 ألف وحدة في السنة يعني المليون وحدة خمس سنوات يعني لو انا عايز عشرة مليون وحدة عايز خمسين سنة علشان اعمل ده فانا عندي بالفعل شغل خمسين سنة موجود في عشرة مليون وحدة موجودين فاضيين لو اتعمل اتوارش اتعمل صادقة وناس عايزة بالفعل تخدم مصر ونعمل حاجة لمصر ونغير وجه الاسكان في مصر ده كنز اتمنى ان احنا نستغله هياكل لبعض ما حدك بشعر بالتفاؤل فان شاء الله كل ده بإذن الله يحصل المهند السهل ده مراوي عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء انا بشكر حضرتك شكرا شكرا احنا دلوقتي نطلع فاصل ونرجع مع الكاتب اهاب معاود ونشوف بقى حكاية سيسايت ابقوا معنا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وانشرفنا الكاتب اهاب معاود كتاب كاتالوج سيسايت من ايه زي ازيك عامل ايه بقى ايه انت ما تخانيتش معك فقلت ايه من اخر خناءة لازم بقى ايه نعمل خناءة تاني ايه بس احنا كنت خاني انا مرة تقول برضو هتجاوز تاني وتبقى ضد الستات وتقول امرأة واحدة لا تكفي واحنا عاوزين اربع ستات وما فيش واحدة فيكم ممكن تشيل الاربع احتياجات وفجأة كتالوك السيسايت اعود اقراه ابتدت غاز واقول الراجل ده غير ببادقه اصبح النهاردة بقى الراجل بعد ما تقدمي له بتعمليه ده كله يفكر في واحدة تانية واللاعي فيه بجاز انت مين فيهم يا كاتبنا العظيم طيب الاول تعاني انتفق ان كتاب برضو هتجاوز تاني بقى له النهاردة عشر سنين انا انت ممكن يتجاوز تاني من عشر سنين ونهاردة كفاء بقى لا امني لا بصي هاوليك حاجة احنا انا ككتاب وبدعي ان انا موجود في فلد علاقات القسارية بتطور من خلال الواقع اللي حوالي كي لما انا يجيني من عشر سنين فترة وحس ان كل الرجالة في وقت واحد عايزين يجاوز عايزين تعدد عايزين 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 فقوله اوكي تعالوا نادر التعدد يلا بينا وورنا تعملوا ايه فاكتشف ان الحالات كلها فشلة اكتشف الراجل مش قادر يوازن مع الزوجة واحدة فمضيع الزوجة تانية كمان معا فقولتهم لا اوكي خلاص انا بعتذر بتراجع عن افكاري و اوكي خلاص طالما كده انا بتراجع عن افكاري كلها وقاللكم يا جماعة انا ضد التعدد معنديش مانا خلاص الراجل اللي عايز يعدي ليوريني قدراته فانت سي رجعت يجيب زوجة يساعدها الزوجة الاولانية اديها كل حقا وخليها منباهرة في حياتها وسعيدة جدا وانا ساعدها هوافق اقوله اوكي يلا تجاوز بس فيش راجل قدر حقل امراته كل اللي احتاجات يعني انت شايف النهاردة ان نظرية التعدد انت كنت مخطئ فيها العاش السين اللي فاتوا اه الى حد كبير يعني انت يا هاب خليت الرجالة كلها تبتدي تقول اهو احنا ممكن نتجاوز تاني وقهرت وكسرت قلب الف واحدة وبعد عشر سنين تقول انا كنت غلطان بس هو الاصرار على الحاجة ده خلال يعني ان واحد يصر على فكرة ده خلال لكن لما اقولك ان انت بتطرحي قضية انا ما كنتش بادوا التعدد كنت بطرح عضية التعدد هل يا جماعة قضية التعدد مناسبة للواقع بتاعنا ولا لا لو مناسبة تقبلوها انا عندي مشكلة انت عارفة موضوع تقولي ان انا ده مديني نفسيا ان هما لغوا التعدد وكده وده مخالف للعقيدة يعني فاهمني ماشي اوكي اقولوا ان فيه حذر على التعدد للرجل الذي لا يصلح ما عنديش منع تماما قولوا الراجل هي مين هيحدد بقى هي هي مين هيحدد فهو ده الموضوع الزوجة اللي شايفة انها وقع عليها ضرر نفسي تطلب الانفصال فاهمني الزوج لازم يكون عنده من الفتنة ولا اخذ بالك احنا قانون المصري النهاردة ما اختلفش كتير هو بس هو عمل حاجة انا اعتقدناها اكثر ذكاء وحنكة انه عطى المرأة الحق انها لو عايز تستمر تستمر ولو مش عاوزة تخلق هو ده هو ده وانزم الزوج بالابلاغ فعلى فترة احنا ما اختلفناش عن تونس كتير لا بل كدير ابو خط بالك يحاكم ايه اوكي لكن بالنسبة للمرأة اللي مش عاوزة تكمل من حقها هتمشي طبعا هنا بقى الحرية هنا حرية مجتمع لما نجتمع العربية بدأ الحرية الشزوز او ما انا قيد التعدد يعني ده ده منطق في الدنيا اجل دولة زي تونس اقولها اللي يتجوز على مراته واحبسه واسجينه ويدفع مش عارب غرامة 250 الف جنيه طبعا فيه هناك خلل يعني خلينا نرجع هنا لمصر هنا طبعا اتبادت كتابك وكلمت ان ليه في نسبة عنوسة وكان عندك اسباب كتير كلها وكلها طبعا يعني سليمة وفالد لكن السؤال عندي انت خلق قلت جزء ده فرق معايا قوي ان ممكن تكون السيدات او البنات عشان هما لسه يتجوزوا توقعاتهم وسقف احلامهم بقى اكثر علوا مما يستحقوا وهشيل اللي انت كتبته بالزبط قلت ان كتبت على الفيسبوك عندك قلت ان المرأة الجميلة المثقفة الغنية اللي من عائلة كريمة اللي مش نقصها حاجة دي اصعب امرأة انها تتجوز وانك فجيت ان كل ستات كتبين لك او الله عندك حق صح بجد وانت قلت 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 ان ده زي ما يكون كل ستات دي شايفة ان هم مش نقصهم حاجة ده معناه ان مش كل واحدة شايفة نفسها صح ولا انا غلطانة ده هيو سنت كده بتقعي بيني وبين جمهور صفحتي بلاحظ انت في الماضي اصلا يعني انت كتبته في كتابك والهم مش بيقرولك لا بيقرولي بس هي الفكرة في حاجة انا كنت اواخد طبعا موضوع بشكل هزاري يعني ايه با بقولهم ان انا لما حطيت البوست داع الصفحة كل بنت فعلا متخيلة ان هي تملك كل المقاومات اللي في الدنيا كلها فبالتالي اتخالي يا امنية البنت دي ايه احلامها في فرس احلامها النهاردة هتحلم ان هو يكون جان ومثقف ووعي وغني ارجوك من فضلك خليني في ارض الواقع انت متوسطة الجمال ومتوسطة تعاليم فاختري حد متكافئ معاك تماما ايه تاني حاجة هل المرأة عادة بتشوف نفسها بالواقع ولا المرأة بتحب الكذب على نفسها امام المرأة الكارسة في البنات اللي اكتشفتوا قوي علاقة الباد ببعضهم بصية امنية احلى واحدة في صاحباتك هي اكترو راحة بتحبيها اه شايف ان احلى واحدة في صاحباتك انت كونثة شايف ان احلى واحدة في صاحباتك هي اكترو راحة انت تحبيها لكن مش شرط تكون قد ما الوحد خالص فانت هتقول ليه اسعيتها ايه الامر ده يا بنت ايه اللي انت يلابسها ده انت شيك وانت فعلا صدقة معاه عينيك النهاردة حلوة انت شايفها روحها من جوه كونثة لكن الرجل ليه مقايز ثانية في الرؤية كبالتالي بانت بيعملوا كده مع بعض البنت تقعد مع صحبتها وتقولها إيه الأمر ده ده انت جامدة جدا ده انت تستعيل أمها انت فظيع انت أجمع حدا في الدنيا أختها الناس اللي هم المقربين الثلاثة بسمهم الأخت والأم والصديقة دول بيدوها صورة ممكن تكون الصورة دي حقيقة وممكن تكون لا أنا مع البنت أنا أتصدق في نفسها أنا مع دام السلطة دي كالسة لكن أنت دد أن سقف الأحلام يكون عالي أوي لا بصي بقى سقف الأحلام اللي أنا قصدته في الجزئي دي بالتحديد هو سقف أحلامها في الرجل وليس في نفسها ده اللي كنت تقصده يعني أنا الكتاب ده بالنسبة لي كاتولوكس السيدة هو هدم سقف أحلام المرأة المصرية أو العربية في الرجل أنا بهدمنها سقف الأحلام ده آه آه يعني أنا الكتاب اللي فات كويس وتشهد علي ريهام زوجتك أنت بهدلت الستات وهي نفسك بتشتكي لازل بهدل واحدة كويس الكتاب ده بهدلت رجال طب أنا الكتاب اللي فات قلت لك أنا هدافع عن الست أنا مش منطقة عادة أدافع عن الراجل برضو يعني إيه اللي بيحصل بقى أنت جواك عادة أدافع عن الراجل فعلا أنا بدافع عن الحق أنا معنديش عنصر لا ما ينفعش أدافع للرجل الرجل المصري الشرقي لأن أنت السبب في المصيبة دي أساسا يعني أنت كأنسة أنت كأم أنت لما ربتي لأولاد ربتيهم على أن الولد هو الذكر هو الإله هو البنت أخته هي الجارية اللي بتخدمه وتعمله كباية الشرق مشيني طبعا كأمنية لكن أصد مرأة يعني المرأة دي هي متهمة من أولاد المصري وأنت كأهاب عمقت هذا الفكرات الرجال لما قلت برضو هتجاوز دين لا والله يصدقيني كلمة برضو هتجاوز ديني ما كانتش تحدي ناسك لا تعرف علاقتي بريهام عملت زي وانت قدرى الناس كصديقة لنا يعني لكن الفكرة أنه لما قلت ده أنا قلت للمجتمع لو أنت هتقولي أن التحريم أن التعدد حرام أنا أول واحد في الدنيا بالبنية في وشك وده كان وغلاف أحمد مراد الكتاب كنت مختلف عليه لكن في النهاية أنا لم أكن دعاية للتعدد والنهار ده أنا مش باشت من رجل الشرقي المصري أنا بقولي البنت من فضلك بطارة إحلامي بعمر الشريف وإحمد رمزي ومهند وكده الرجل المصري بتاعنا هو علي الشريف وهو عبد البواسط أنت قلت أن الراجل يعني بيحب اللي يضحك عليه أنا يعني مش عارفة أجمل الكلام لأنه تقريبا هو مكتوب بهذا المعاني اللي يشتغلوا تمان يلا خذيها باللافظ طب تمان بيحب إيه اللي يشتغلوه وبدأت تعلم الستات إزاي تشتغل على حد تعبيرك بش تعبيري لا تعبير أنا الرجال طيب أنت محطتش في حسابك كم يعني قد إيه هذا مهين للرجل يعني الرجل أنت حطيته في إطار أنه هو عاوز اللي تقول له برافو عليك ما شاء الله أنت تحفى وهو ولا حاجة بس ده مهين له لا خلص ده نوع من ألوان خداع تعالي أقول لك حاجة لا لا هو مش خداع أساسا لأن كوني أنا أقولك أن أنت امرأة جذابة وأن يعنيك جميلة وأن شعرك حلو كده أنا أعبر عن مشاعري أيوة نقف هنا بقى بتعبر عن مشاعرك يعني لازم تكون حقيقي وممكن تكون صدق لازم تكون حقيقي وصدق مش لازم مش لازم مشاعر إيه بقى دي مشاعر كذبة بنعبر عنها ممكن عبر عن مشاعري وممكن أجاملك بدالين ننحم مثلا عندنا في الكاذب المباح في الإسلام إيه هو أن أنا أقول لمرأتي أنت أجمال أحدا في الدنيا وأنا شايفها أن هي أصلا دميمة ده من الكاذب المباح وبيأخذ عليه ويأجر عليها حسنات يعني إذا أني أنت ممكن النهاردة عشان تجاملي حد قدامي كيف تجامل المرأة وكيف تجامل الرجل تجامل مرأة بأنها تصف بأنها جذابة وأنسة ورائعة وشعرها حلوة وأنها جذابة كيف تجامل الرجل بأنك أنت قوي وأنك أنت شخصيتك قوية وأنك أنت قائد وأنك أنت بتبهرني بأفكارك وبجنانك وبعبقريتك أي بس هنا إنت اتعرضت في هذا الموضوع على كيفية الحصول على عريس يعني هنا لا تجوزته ولا أي حاجة ده هنا أوكي على حد قولك لمرة الثالثة مش قولي أنا هنا هي طبعا أنا ما فيش حاجة أتلم فيها أنا بكون مذكراها كويس فهنا على حد قولك أنت مش قولي أنا إن هي إزاي تشقط عريس أيوة فهي تبدأ تدي له أحاقات أنه هو وده على حد قولك يبقى لابس تي شورت مش هقول اسم البراند اللي أنت قلته إنه تقريبا يعني من أقل المركات في العالم وتقوله وتقوله الله إيه ده أنت جايبه من فين من برينتو في باريس ولو قال حاجة وهي غالبا مش مقتنع بيها تديه ناس تمبهار وتحسسه إن إيه ده هو فيه فيكم كده هو لسه فيه كده عشان إيه هو يصدق وتتجوزه داير دي ربنا داير دي ربنا دا وقع بصي بصي يعني ما عنداش بشعر خالص بتجيلي لا لا بصي بصي بتجيلي ألاف زي ما برضو الرجل عشان يستخطب أنسة في ما يجيلي ولد على صفحتي يقول لي مثلا أنا عندي بنت زميلتي في الشغل فأقوله إيه لما تشوفها أقولها الله اللينس دي حالي وكتعايز أجيبها لأختي قصة شعري دي عمنا عند أهن وكوافير حلوة بيرفيل أنت يحطها دي قوي هنا بيشغلها عن طريق إيه ملامحها برضو وقلوثتها وجاذبت نفس الموضوع عن نسبة لبنت ما تجيلي بنات النار دا على صفحة تقول لي إيهاب أنا معي واحد زميلة في الشغل وبحبه وعايز ألفت نظر هو مش في دماغه أصلا لو راح تقلب المفهوم الغربي بتاعنا دا إن أنا مؤجبة بيك هيشتغلها وهي ملقة معها آخر سؤال قبل الفاصل هو دا مش عكس طبيعة الكون طبيعة الكون إن الراجل مقدام والشيء دايما اللي فيه كرامة للمرأة إن الراجل هو اللي يعوزها مش معنى كده إن المرأة مش من حقها إنها تنجذب لرجل لكن لو انجذبت لرجل تعملي بقى أوليلي حليني المشكلة بنت النهار دا مع واحد في الشغل بتاعها ومنجذبة لي وهو مش في دماغه أصلا طب أنا سيبني فرقة نطلع فاصل وارجع تاني وأقول لك تعمل إيه ابقوا معنا رجعنا لحضراتكم تاني ومعانا الكاتبها بمعرض أنا عايزة تقول للبنات أو الستات اللي هم معجبين بحد وعاوزين يتجوزهم يعملوا إيه طيب ما هي هو طبعا زي ما أنت قلت في البداية قبل الفصل إن الأصل إن تكون هو الرجل اللي بيأخذ القرار وده أفضل إن ده بيعززلي البنت طبعا ده يبقى لحد يوم ما تقوم القيامة تبقى الأنسة والراجل الراجل يعني لكن في حالات استثنائية كده بالتالي تظهر بحكم البنت بقت متحضرة أكتر وتستغل وبقت مديرة بنك ومديرة شركة وإعلامية كبيرة فبقت من حقها نهاردة تشوف واحد معجبة بيه فتقوله أنا معجبة بيه فتقوله إزاي لما الراجل بيتقاله إنها زي في الغرب كده لو بنت أمريكية راحت لواحد أمريكي وقيت له إنها معجبة بيك هيحترم ده جدا ويقول لها قرار يا إما أنا أوكي إما مش أوكي على طول إحنا عندنا لأ عندنا لو أي واحدة في الدنيا راحت لقيت واحد إنها معجبة بيك هيقول لها أوكي يلا نزبط الدنيا يا إما يسعل علاقة غير مشروعة يا إما يستغل ضعفها يا إما يحس إن هي بنت متحضرة وخطر إن أنا أتجاوزها دي أوفر جدا جدا لازم يحصل له مشكلة فأقولي البنت إيه اجدبيه بطريقة معينة يعني تبقى إشغليه عن طريق إيه أكتر حاجة أكتر يحتاج للرجل في الدنيا كلها هو التقدير التأدير إنك تحسسيه إنه هو حاجة مهمة أولا كيف تمدح الأنسة إن أنا أقولها أنت جميلة كيف تمدح الرجل إنه يمدح صفته صفة فيه إنه هو متحدر وواعي يعني هي تروح تقوله أنا معجبة جدا بملهج أفكارك مثلا دوقتي حالا أنت معجبة مثلا بالمصور اللي بيصور الموضوع ده أصلا ماشي أوكي فبعد تخلص حلو قوي اللي أنت عامل والتصوير كان عبقاري وانت بكاموش عن نفسه خالص فاهمني تبتده هو يتشغلي يبتده يركز أكتر المرة الجاية فاهمني أنت معجبة بإيهاب اللي هو الكاتب كتاب بتاعك ده رائع وفظيع سحلو تبتده أنا أتشغل أنا برضو مش أي حد هيقول لحد كلمة ثناء في العمل أنت برضو هتحط عند الناس فكر غريب شوية يعني أنا عشان أقرى كتاب ويعجبني معناه أن أنا معجبة بالكاتب بتاعه أكيد لا ده أنا قرد بتاع 40 ألف كتاب حلو جدا يبقى بقى الطريقة اللي تقلت بها أساسا فهم فكرة إزاي دلوقتي حالا كل ما تقابل إحنا زملاء في السهول مثلا فكل ما تقابل يا بالفقرة اللي أنت وكنت عمل الكتاب دي رائع جدا 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 طب تعالي نتكلم على المكتوف الكتاب تحلينا في الكتاب الكتاب مثلا النهاردة الولد قاعد بيتكلم في وسط صحابه فالبنت جات وراح تعمل نفسها مبهرة بالبنت بتقال إيه اللي بيحصل هيعمل هي هو هيبتدي ما يبصش لحد من الموجودين وتبتدي يركز معها صعب يعني جرابي كده في أحد في الدنيا أني كنتي كونها بتتكلم وتحب تركزها على عنية وإحنا عادينا عشرين وحد هبتدي نسيب كل الناس دول وركز معاك أنت مفترض الراجل ده أصلا كان مشغول في حياته إحنا لما قلنا أن الراجل يكون مقدام كانت وجهة نظرنا أو دي وجهة نظر الطبيعة أن الراجل ده قلبه خالي وبيبحث عن نصفه الآخر لكن هي النهاردة بتبدأ تبدي إعجاب براجل هي لا تعلم كان الراجل ده حياته خالية ولا مش خالية أولا أنا قلت في المثال ده أنهما زملاء في إطار معروف ده ما قلت فيك حتى المثال مصور ولا ولا فإفانتوا إطار مشترك مش معقول أن واحدة هتأولح في الشارع فتروح تقولون لا فهمت سابقة ومش معنى برضو نزملها أنها تعلم إذا كان قلبه خالي ولا مشغول حيل وجد هيتممكن تعلم إذا كان متجوز ولا لا لكن مرتبط ولا بتعمل بتعمل الدور اللي شايفها في إطار المتاح المتاح هي هو أن أنا لفت نظره النهاردة طب إفريدي هو في دماغه حد مش هيتشغل بالكلام بتاعها ده خالص وهي ده أنها تقوله أن أنا معجبة بكلامك وأفكارك وهو بيعتبرها صديقة حصلتش حاجة خالص ما خسرناش حاجة فهمني لكن إفريدي ما فيش في حياته حد كسبنا سواب المحاولة هو ده الموضوع أصلي خذي بالك من حاجة الموضوع معضلة ليه لأن البنت ما عندها مش حلول شكل أنا قديمة شوية شكل أنا قديمة شوية وتطلب منه أن هو يجوز ودي لي أنت الطريقة دعنا الحقيقة يعني أنا ما رأيي الشخص أنا ما ليش أن أنا أقوله في الحالة بس هو عموما هو الكون اتعرف ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وشرفنا الكاتب إبراهي إيهاب معود كتاب كتالوج سسايد من هي أزي أزيك عامل إيه بقني من ده ما تخنقتش معك فقلت إيه من آخر خنائة لازم بقى إيه نعمل خنائة تاني أيها إنت معا حيرتني لا يستنر إنت معا يين خش على طول إنت حيرتني أنا مرة تقول برضو هتجوز تاني وتبقى ضد الستات وتقول امرأة واحدة لا تكفي وإحنا عاوزين أربع ستات وما فيش واحدة فيكم ممكن تشيل لأربع احتياجات وفجأة كتالوج سسايد أعود أقرأ أبتدأ تغاز وأقول الراجل ده غير ببادئه أصبح النهاردة بقى الراجل بعد ما تقدميه وتعمله ده كله يفكر في واحدة تانية واللعي فيه بجاز إنت مين فيهم يا كاتبنا العظيم طيب الأول تعالي نتفق إن كتاب برضو هتجوز تاني بقى له النهاردة عشر سنين آه أنت ممكن يتجوز تاني من عشر سنين ونهاردة كفاءة بقى لا أمني بصي هاوليك حاجة أنا كتاب وبداعي إن أنا موجود في فلد علاقات الأسرية بتطور من خلال الواقع لحواليها لما أنا يجيني من عشر سنين فترة وحس إن كل الرجال في وقت واحد عايزين نتجوز عايزين تعدد عايزين 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 فأقول لهم أوكي تعالوا نادر التعدد يلا بينا ورنا تعملوا إيه فاكتشف إن الحالات كلها فشلة اكتشف الراجل مش قادر يوزن مع زوجة واحدة فمضيع زوجة تانية كمان معا فألتهم لا أوكي خلاص أنا بعتذر بتراجع عن أفكاري وأوكي خلاص طالما كده أنا بتراجع عن أفكاري كلها وأقول لكم يا جماعة أنا ضد التعدد ما عنديش مانا خلاص الراجل عايز يعدي يوريني قدراته فأنت سراجعت يجيب زوجة يسعيدها الزوجة الأولينية يديها كل حقا ويخليها منبهرة في حياتها وسعيدة جدا وأنا سعيدها هوافق أوكي يلا تجاوز بس فيش راجل قدر يرحق لمراته كل اللي احتياجات يعني أنت شايف النهاردة أن نظرية التعدد أنت كنت مخطئ فيها لعشر سنين فاتوا آه إلى حد جبير يعني أنت يا هاب خليت الرجالة كلها تبتدي تقول أهو إحنا ممكن نتجاوز تاني وقهرت وكسرت قلب ألف وحدة وبعد عشر سنين تقول أنا كنت غلطان بس هو الإصرار على الحاجة ده خلال يعني أن الواحد يصر على فكرة ده خلال لكن لما أقولك أن أنت بتطرحي قضية أنا ما كنتش بدور التعدد كنت بطرح قضية التعدد هل يا جماعة قضية التعدد مناسبة للواقع بتاعنا ولا لا لو مناسبة تقبلوها أنا عندي مشكلة أنت يعرفها موضوع تونس إن أنا ده مديني نفسيا أنهما لغوا التعدد وكده وده مخالف للعقيدة يعني طويل الشريعة ماشي أوكي قولوا أن فيه حذر على التعدد للرجل الذي لا يصلح ما عنديش منع تماما مين هيحدد بقى هي مين هيحدد هو ده الموضوع الزوجة اللي شايفة إنها وقع عليها ضرر نفسي تطلب الانفصال فاهميني الزوج الزوج لازم يكون عنده من الفتنة والعقل ما يضمرش بيت طب بالك إحنا قانون المصري النهاردة ما اختلفش كتير هو بس هو عمل حاجة أنا أعتقدناها أكثر ذكاء وحنكة إنه عطى المرأة الحق إنها لو عايز تستمر وتستمر ولو مش عاوزة تخلق هو ده وأنزم الزوج بالإبلاغ فعلى فترة إحنا ما اختلفناش عن تونس كتير لا فالإددير يحاكم لكن بالنسبة للمرأة اللي مش عاوزة تكمل من حقها هتمشي طبعا هنا بقى الحرية هنا حرية مجتمع لما نجتمع الأربي بدأ الحرية الشزوز أو مانا قيد التعدد يعني ده منطق في الدنيا أجل دولة زي تونس أقولها اللي يجوز على مراته أحبسه واسجنه ويدفع مش عارب غرامة 250 ألف جنيه طبعا هناك خلل خلينا نرجع هنا لمصر هنا طبعا تبدأت كتابك وكلمت أن ليه في نسبة عنوسة وكان عندك أسباب كتير كلها وكلها طبعا سليمة وفالد لكن السؤال عندي قلت جزء ده فارق معايا قوي أن ممكن تكون السيدات أو البنات عشان هما لسه يتجاوزوا توقعاتهم وسقف أحلامهم بأكثر علوا مما يستحقهم وهشيل اللي انت كتبته بالزبط قلت أنك كتبت على الفيسبوك عندك قلت أن المرأة الجميلة المثقفة الغنية اللي من عائلة كريمة اللي مش نقصها حاجة دي أصعب أمرأة أنها تتجاوز وإنك فجيت أن كل السيدات كتبين لك أو الله عندك حق صح بجد وانت قلت قلت أن ده زي ما يكون كل السيدات دي شايفة أن هما مش رأيسهم حاجة ده معنى أني مش كل واحدة شايفة نفسها صحة ولا أنا غلطانة ده هيوصين تكيب تقاعد بيني وبين جمهور صفحتي بلاحظ أنت مرض أصلا أنت كتبته في كتابك ولا هما مش بيقرولك لا بيقرولي بس هي الفكرة في حاجة أنا كنت واخد طبعا مضوع بشكل هزاري يعني بقول لهم أنها لما حطيت البوست ده على الصفحة كل بنت فعلة متخيلة أن هي تملك كل المقاومات اللي في الدنيا كلها فبالتالي تخيلة أمنية البنت دي إيه أحلامها في فرس أحلامها النهاردة هتحلم أنه يكون جان ومثقف ووعي وغني أرجوكي من فضلك خليني في أرض الواقع أنت متوسطة الجمال ومتوسطة تعاليم فاختري حد متكافئ معاك تاني حاجة هل المرأة عادة بتشوف نفسها بالواقع ولا المرأة بتحب الكذب على نفسها أمام مرأة الكارسة في البنات اللي اكتشفتوا قوي علاقة البد ببعضهم بص يا أمنية أحلى واحدة في صحباتك هي أكتر يواحدة بتحبيها يا أمنية آه انت شايفها كده يعني شايفة أن أحلى واحدة في صحباتك انت كأنثة شايفة أن أحلى واحدة في صحباتك هي أكتر واحدة أنت بتحبيها لكن مش شرط كون أجمل واحدة خالص آه فأنت هتقول لي أسعتها أيه الأمر دي بنت إيه اللي يقابها ده إنت شيك ككر وأنت فعلا تصدق معه عنيك النهار ده حلوة إنتي شايف ه suitها من جوه كأنسة. لكن الرجل ليه مقايز ثانية في الرؤية. فبالتالي بيعملوا كده مع بعض. البنت تقعد مع صحبتها وتقول هي. إيه الأمر ده. ده انت جامدة جدا. ده انت تستعيل أمها. انت فظيع. انت أجمع هذا في الدنيا. أختها. الناس اللي هم المقربين الثلاثة بيسميهم الأخت والأم والصديقة. تماني. دول بيدوها صورة. ممكن تكون الصورة دي حقيقة. ممكن تكون لا. أنا مع البنت نحن تصدق في نفسها. أنا مع. بعدها تمام. لأني أنا دم السيطة دي كالسة. لكن انت تدد ان سقف الأحلام يكون عالي أوي. لا. بصي بقى. سقف الأحلام اللي أنا قصدته في الجزئي دي بالتحديد هو سقف أحلامها في الرجل وليس في نفسها. ده اللي كنت تقصده. يعني. أنا الكتاب ده بالنسبة لي كاتولوكس السيدة هو هدمل سقف أحلام المرأة المصرية أو العربية في الرجل. أنا بهدم لا سقف أحلامها. انت بهدلت الرجال. اه. اه. يعني. يعني. أنا الكتاب اللي فات كويس. وتشهد علي ريهام زوجتك. اه. انت بهدلت الستات وهي نفسك بتشتكي. لازم بهدل واحدة. كويس. الكتاب ده بهدلت الرجال. طب أنا الكتاب اللي فات قلت لك أنا هدفع عن الست. انا مش منطقة يعد أدفع الراجل برضو. يعني. ايه اللي بيحصل بقى. انت كواك عز دفع الراجل فعلا. اه. انا بدافع عن الحق. انا معنديش عنصرات. لا. ما ينفعش الدفع للرجل. الرجل مصري الشرقي. لان انت السبب في المصيبة دي أساسا. يعني. انت كأنسة. انت كأم. انت لما ربتي لأولاد ربتيهم على ان الولد هو الذكر. هو هو الإله. هو البنت أخته. هي الجارية اللي بتخدمه وتعمله كبات الشرق. مشين طبعا كأمنية. اه. طبعا. لكن أقصد مرأة يعني. المرأة دي هي متهمة منه. وانت كأهاب. طبعا. عمقت هذا الفكرة للرجال لما قلت برضو هتجاوز ديني. لا والله يصدقيني. كلمة برضو هتجاوز الثاني مكادش تحدي. الناس كنت تعرف علاقتي برهام عملت زي وانت قادرة الناس كصديقة لنا يعني. لكن الفكرة ان انا لما قلت ده. انا قلت للمجتمع لو انت هتقولي ان التحريم. ان التعدد حرام. انا اول واحد في الدنيا بالبنية في وشك. وده كان غلاف أحمد مراد. وده محدش طبعا كنت مختلف عليه. لكن في النهاية انا لم اكن دعاية للتعدد. والنهار ده انا مش مش باشت من الرجل الشرقي المصري. انا بقولي البنت من فضلك بطارة احلامي بعمر الشريف وإحمد رمزي ومهند وكده الرجل المصري بتاعنا هو علي الشريف وهو عبد المصري. طب في كتالوكسي السيد. انت قلت ان الراجل يعني بيحب اللي يضحك عليه. اه طب. انا يعني مش عارفة جمّل الكلام لانه تقريبا هو مكتوب بهذا الناس. طب طب طب. بيحب ايه اللي يشتغلوه. ايه ده ضد. وبدأت تتعلم الستات ازاي تشتغل على حد تعبيرك. ايه. مش تعبيري. لا تعبير انا. الرجال. طيب انت محطيتش في حسابك. كم يعني. 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 قد ايه هذا مهين للرجل. يعني الرجل انت حطيته في اطار. انه هو عاوز اللي تقوله برافو عليك. ما شاء الله انت تحفى. وهو ولا حاجة. بس ده مهين له. لا خالص. خالص. ده نعمل انواع خداعة. تعالوا ليك حاجة. لا لا. هو مش خداعة اساسا. لكن. لان لان كوني ان ااقولك ان انت امرأة جذبة. وانن يعنيك جميلة. وان شعرك حلو. كده. انا انا بعبر عن مشاعري. ايوه. نقف هنا بقى. بتعبر عن مشاعرك. ممكن يكون حقيقي وممكن تكون صدق. خلي بالله. لازم تكون حقيقي وصدق. مش لازم مش لازم. مش لازم. إذا أني أنت ممكن النهاردة عشان تجامل حد قدامي فأنا أجامل جوزي ودوي كيف تجامل المرأة وكيف تجامل الرجل تجامل المرأة بأنها تصف بأنها جذابة وأنسة ورائعة وشعرها حلوة وعينها جذابة كيف تجامل الرجل بأنك أنت قوي وأنك أنت شخصيتك قوية وأنك أنت قائد وأنك أنت بتبهرني بأفكارك وبجنانك وبعبقريتك بس هنا أنت اتعرضت في هذا الموضوع على كيفية الحصول على عريس يعني هنا لا تجوزته ولا أي حاجة ده هنا على حد قولك لمرة الثالثة مش قولي أنا هنا هي طبعا أنا ما فيش حاجة يتكلم فيها أنا بكون مذكراها كويس فهنا على حد قولك أنت مش قولي أنا إن هي إزاي تشقط عريس أيها فهي تبدأ تدي له إحاقات إنه هو وده على حد قولك يبقى لابس تي شورت مش هقول اسم البراند اللي إنت قلته إنه تقريبا يعني من أقل المركات في العالم وتقوله وتقوله الله إيه ده أنت جايبه من فين؟ من برينتو في باريس ولو قال حاجة وهي غالبا مش مقتنع بيها تديه ناس تنبهار وتحسسه إن إيه ده هو فيه فيكم كده؟ هو لسه فيه كده؟ ده عشان إيه؟ هو يصدق وتتجوزه ده يرد ربنا ده يرد ربنا ده وقع بصي بصي بتجيلي ألف زي ما برضو الرجل عشان يستخطب أنسة ما يجيلي ولد على صفحتي يقول لي مثلا أنا عندي بنت زميلتي في الشغل فأقوله إيه؟ لما تشوفها أقولها الله اللينس دي حالي وكت عايز أجيبها لأختي قصل شعري دي عمنا عند أنوك وفير هنا بيشغلها عن طريق إيه؟ ملامحها برضو أنثتها وجذبت نفس الموضوع عن نسبة لبنت ما تجيلي بنات النهار ده على الصفحة تقول لي إيهب أنا معي واحد زميلة في الشغل وبحبه وعايز ألفت نظر هو مش في دماغه أصلا لو راح تقلب المفهوم الغربي بتاعنا ده أن أنا معجبة بيك هيشتغلها وهي ملقى معها آخر سؤال أبل الفاصل هو ده مش عكس طبيعة الكون طبيعة الكون أن الراجل مقدام والشيء دايما اللي فيه كرامة للمرأة أن الراجل هو اللي يعوزها مش معنى كده أن المرأة مش من حقها أنها تنجذب لرجل لكن لو انجذبت لرجل تعمل يبقى وليلي حلين مشكلة بنت النهار ده مع واحد في الشغل بتاعها ومنجذبة لي وهو مش في دماغه أصلا طب أنا سيبني فكر نطلع فاصل وارجع تاني وقولك تعمل إيه ابقوا معنا هذا البرنامج برعاية الفن المسؤولية وبين الإبداع والإتزال خيط رفيعة هنكون معاكم بشكل جديد ومختلف هنكشف أسرار النجوم والكواليس الفنية هنناقش أضايا الإبداع بكل موضوعية انتظرونا وبرنامج بالألوان الطبعية بالألوان الطبعية مع ندي حسني في الأوقات التالية على دريم هذا البرنامج برعاية ترجمة نانسي قنقر ترجعنا لحضراتكم تاني ومعينا الكاتبها ومعرض أنا عايزك تقول للبنات أو الستات اللي هم معجبين بحد وعاوزين يتجوزهم يعملوا إيه؟ طيب ما هي هو طبعا زي ما أنت قلت في البداية قبل الفصل أن الأصل أن تكون هو الرجل اللي بيأخذ القرار وده أفضل لأن ده بيعززلي البنت طبعا ده يبقى لحد يوم ما تقوم القيامة تبقى الأنسى وأنسى والراجل الراجل يعني لكن في حالات استثنائية كده بتالي تظهر بحكم البنت بقت متحضرة أكتر بتشتغلوا بقت مديرة بنك ومديرة شركة وإعلامية كبيرة فبقيت من حقا أنه ناردة تشوف واحد مواجبة بيه فتقول له أنا مواجبة بي بس تقوله إزاي لما الراجل بيتقال له زي في الغرب كده لو بنت أمريكية راح تلو واحد أمريكي وقيت له أنا مواجبة بيك هيحترم ده جدا ويقول لها قرار يا إما أنا أوكي إما مش أوكي على طول إحنا عندنا لأ عندنا لو أي حدا في الدوني واحد لقيت واحد أنا مواجبة بيك هيقول لها أوكي يلا نزبط الدنيا يا إما يسعى العلاقة غير مشروعة يا إما يستغل ضعفها يا إما يحس أن هي بنت متحضرة وخطر أن أنا أتجاوزها دي أوفر جدا جدا لازم يحصل له مشكلة فبقولي البنت إيه اجذبيه بطريقة معينة يعني اجغليه بقى عن طريق إيه أكتر حاجة أكتر يحتاج للرجل في الدنيا كلها هو التقدير التأدير أنك تحسسيه أنه هو حاجة مهمة كيف تمدح الأنسة أنه أنا أقول لها أنت جميلة كيف تمدح الرجل نحك أفكارك مثلا دوقتي حالا أنت معجبة مثلا بالمصور اللي بيصور الموضوع ده أصلا ماشي أوكي فبعد تخلص حلو قوي اللي أنت عامله التصوير كان عبقاري أنت باكموش عن نفسه خالص فاهمني فابتده هو يتشغل يبتده يركز أكتر المرة الجاية فاهمني أنت معجبة بإيهاب اللي هو الكاتب كتاب بتاعك ده رائع وفظيع سمحي اللي بتده أنا أتشغل هنا برضو مش أي حد هيقول لحد كلمة ثناء في العمل أنت برضو هتحط عند الناس فكر غريب شوية يعني أنا عشان قرى كتاب ويعجبني معناه أن أنا معجبة بالكاتب بتاعه أكيد لا ده أنا قرد بتاع 40 ألف كتاب حلو جدا يبقى بقى الطريقة اللي تقالف بها أساسا فهم فكرة إزاي دلوقتي حالا كل ما تقابل إحنا زملاء في الشغلة مثلا فكل ما تقابل يا بالفقرة اللي أنت كنت عامل الكتاب دي رائع جدا 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 طب تعالي نتكلم على المكتوب في الكتاب تخلينا في الكتاب الكتاب مثلا النهاردة الولد قاعد بيتكلم في وسط صحابه فالبنت جت وراح تعمل نفسها مبهرة بيبتقال إيه اللي بيحصل هايعمل هي هو هيبتدي ما يبصش لحد من الموجودين وتبتدي يركز معها صعب يعني جرابي كده في أحد في الدنيا أني كنتي كناها بتتكلم وتتحب مركز على العناية وإحنا عادين عشرين واحد هبتدي أسيب كل الناس دول واركز معاك أنت مفترض الراجل ده أصلا كان مشغول في حياته احنا لما قلنا أن الراجل يكون مقدام كانت وجهة نظرنا أو دي وجهة نظر الطبيعة أن الراجل ده قلبه خالي وبيبحث عن نصفه الآخر لكن هي النهاردة بتبدأ تبدي إعجاب براجل هي لا تعلم كان الراجل ده حياته خالية ولا مش خالية بسي أولا أنا قلت في المثال ده أنهما زملاء في إطار معروف زي ما قلت لك حتى المثال مصور ولا ولا فإطانته إطار مشترك مش معقول أن واحدة هتأولح في الشارع فتروح تقوله أن لا فهم مصابقة ومش معنى برضو نظم لها أنها تعلم إذا كان قلبه خالي ولا مشغول حيل وجهة هيتممكن تعلم إذا كان متجوز ولا لكن مرتبط ولا بتعمل إيه بتعمل الدور اللي شايفها في إطار المتاح المتاح أي هو أن أنا لفت نظره النهاردة طب إفريدي هو قفت موحد مش هيتشغل بالكلام بتاعها ده خالص لكن إفريدي ما في شفحاته حد كسبنا سواب المحاولة يعني هو ده الموضوع أصلي خدي بارك من حاجة الموضوع معضلة ليه لأن البنت ما عندهوش حلول شكل أنا قديمة شوية ما عندهوش حلول شكلي قديمة شوية مش عارفة اقتنع بدا شكلي قديمة شوية أنا قلت أن ده حد قدنى محاولة البنت أنت كأنت قولي لي كيف يمكن لإمرأة أنها تجذب رجل وتطلب منه أنه يجوز قولي لي أنت طريقة دعنا الحقيقة يعني أنا ما رأيي الشخصي أنا ما ليش أن أقوله في الحالة بس هو عموما هو الكون اتعرف أن الراجل يجذب لإمرأة وكذا راجل يجذب لإمرأة وهي تختار ما بين من انجذبوا إليها حيلو لكن لم يخلق أنا تتجذب لحد لا هي تختار من اللي تعرضوا عليها ده منتهى القرامة للمرأة من اللي تعرضوا عليها بالصب لكن هي مش بني أدمى مثلا فاتقر أنها تعجب بواحد لو تعجبت بواحد ممكن تتامل محاولة طيب دي حاجة تعمل إيه تاني هي لكاتالوكس السايد هي الفكرة في كده إن أنا قلت إن أنا أنا ضد إن هي تروح تكلمه تماما فأنا قلت إن أنا أفسط حاجة في الدنيا إن كنتي الفتي نظر وإن كنتي معجبة بيه بس يعني أنا ممكن أقترب بكلامك ده لو هي شعرت إن هو منجذب ليها خالص وشعر إن هو ممكن يكون متردد أو عنده شيء من الخوف أو الرهبة إن هو يكلمها فتبدأ هي تعمل الأكت ده كإنها تفتح له لكن هي ما تشعرش خالص إن هو شايفة حتى في الوجود وتبدأ تقول له هاي أنا هنا صعبة شاية هل لها مشكلة عنديك بنتي دلوقتي على الصفحة جات لأمنية زعزوها على الإعلامية فتحت المايك دلوقتي حاليا وقلت لنا يا أمنية لو سمحت أنت عادل وحدك وقلت لك أنا ماي واحد زميني في الشغل جان جدا واحترم جدا وأنا قلتك إن هو مش متجوز ومعجبة بي ألف تنظر إزاي لي أو أعمل هي عشان أتجوز ومعجبة بي تاني هو ممكن واحد تتفت نظر راجل حتى لو هو مش شفهاش دوارت طيب التقدير إيه كمان أنا بس أنا قلت إن أنا مملكش غير الحل ده أساسا وزي أنا كنت تضمت صوتي لصوتي كإن أنا ما ينفعش لبنت تتصارع وتتقدم للرجل أو تتكلمه أو كده بس إن احنا تعلمنا التقدير بي في تنظر الرجل لما أنت تقول لي إيه هاب أنت أفكارك عبقرية فده يشغلني لما أنت تشوفي لي لبسي كويس مثلا فتقولي يا الله تشاري اللبس ده منين ده الفت نظري هنا أنا ما حاب تكيش هنا بتدت البذرة تترسب جوية عارفة أنت إيه ما وقفك مزاج سارونات يا أهب أنا معا جدا جدا طبعا قلبا وقلبا طب أين الاختيار إذا كنت إنت شايف إن أبد من الاختيار هنا بقى الجزئي بتاعتك إنت قلت يا أسان إن هي مجموعة ناس متحين تقدموا لها فهي بتختار منه هنا ده الحل ده بس أعرضه المين مش أعرضه الأمنية زعزوها أكيد تهمني أعرضه البنت هي تربط في الإطار ده هي موجودة في بيت بابا ما ينفعش تتكلم مع أحد لو أنا جيت سلمت عليها تقولي ما بسلمش على الرجال لو أنا جيت أتكلمها تقولي ما بكلمش مع أولاد طبعا من لا إيه جيت وعدة بيت بابا كيب منتهى الاحترام والعقل والتقدير تستني مالكة كده يجي لك حد يتقدم لك خمسين واحد يتقدم لك ونتي تختار منك فكرة ما احترامي لك بردو لأ هو ده المنهج الطبيعي اللي بيمشي بأي رجل محترم آه ممكن آه يكلمها في عملها لكن في الآخر بتبقى عارفة مين اللي جاي البيت يعني ما بقاش النهاردة بنت بتقعد يعني البنت النهاردة بيبقى فيه حد بيكلمها يقولها أنا عايز أجي أتجوزك ده مسترونات يا أمني ده مسترونات صلونات ده النهي واحدة عادة في البيت أيوة والخط بجابت لها عريس أو خليتها يرتلعها بنت عمناها جاي بالك واحد ما ترىش عنه وحاجة في الجواز ده مسترونات ده إيه رأيك فيه بقى ده إيه ينفع ينجع حرفه ينفع ينجع ليه هقولك ليه لأن في النهاردة هو ينفع لنموذج البنت دي فاهميني أنا النهاردة فيه بنات مثلا متحضرة متحررة إما أقولها الآن تقولت أنا راجع جدا أو لا لا أنا مش راجع إنتي مش مناسب ديك يجيوه الصلونات أوعيتي قبل حد صلونات إنتي عايز تعيش قصة حب بتقبل زميلك في الجامعة في الصغل اللي مش عارف فين في الميديا في أي حاجة فتعجوب بعض فهيبتدي يقولي كالله بنا نتجاوز ده الشباب الجديد رأيه وإيه في جيوه الصلونات البنات كلها بتعتبر إن دي سوبة يعني مش كلها طبعا نسبة كبيرة تعتبر إن هي إهانة لها إن تبقى قاعدة في البيت ويجي واحد يقول لها لفي وتدوري وتفرج عليك وكذلك شايفها بالمنظور ده أنا بقول لها لا مش حقيه خلص ما أنت كمان بتفرج عليك ما أنت كمان بتفرج عليك إيه المانع إن هو تكون جايلك أصلا عشان تقول لفي وتدور كده ومش نفع مع السلامة روح إيه المشكلة يلاقي فيك كده أساسا طلبت من المرأة إنها تكون الأربع شخصيات اللي طلبهم الرجل وفي نفس الوقت طلبت منها في نفس الوقت إنها تحاول ما تظهرش إنها قدرة إنها تعمل كل ده ولا تبهره عشان ما يخافش منها طب يعني تبان كويسة ولا نص كويسة ولا حتة بس كويسة يعني تعمل إيه هو الأربع اللي احنا كلمنا عليهم دول اللي هم احنا قلنا الجسد إن هي تبقى أمرأة مطرونقة جذابة أيوة الروح يا ندماء خفيف وبتهزر ومرحة العقل بنتي بتفكر العطفة إن هي عندها مشاعر الأربع حاجات دول تعالي اللي لربع دول موجودين أو مش موجودين والستة كل ما بتتكلم بتتكلم عن نفسها موجودة أنا بنت فلان أنا دكتورة فلانة أنا الإعلامية فلانة أو كده وبتاع يخش الرجل يهرب على طول خاف هو عايز يشوف الحاجات دي يكتشفها بداته فيها يعني يكتشف إن المرأة دي هي ستة عندها الأربع حاجات دوله بنسب معقولة مش نسب وبالغ فيها آه كيف تكون جميلة 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 طبيعي تكون وتفتكري أنا ممكن إيه أحلى من أنها تقدمها هيفاء بيه هتطردني على طول فهنا إذن أنا بشوف إن النسب الجمال اللي فيها هي مش هتقدم الدكتورة فلانة فلانية لأنها تقيلة دمخها تقيلة جدا جدا علي كبيرة ووعية وتتقدم لبنت وزير ما تتنسبش معي اجتماعيا فأنا إذن بشوف الأربع حاجات دوله في إطار في إطار الإمكانيات أنا لاحظت في كتابك إنك مع التكافؤ الاجتماعي وليس المادي خالص يعني أنت أشرت أن ممكن المرأة تتجوز حد أقل منها ماديا طبعا وده ممكن ينجح طبعا لكن لو جوزت حد أقل منها اجتماعيا الفشل قادم قادم الماديا يتعدل فهنا فكرة يعني ينفع تتجوزي مثلا واحد النهاردة مرتبط 3.000 جنيه وبعد 5 سنين بقى مرتبط 2.000 جنيه عادي جدا ينجح ويشتغل ويتطور لكن واحد مثلا أنت باباكي وزير مثلا أنت أخوك كان وزير حلو أنا النهاردة مع احترامي الشديد جدا لكل الناس البسطة هيتقدم لك واحد النهاردة مثلا باباكي وهو الميكانيكي ده على فكرة فوق دماغي فوق رأسي أفضل مني وتقدم لك واحد ميكانيكي فهمت فكرة زي يبقى أن ولادكم هيروحوا يزوروا جده الميكانيكي وفي النافس الوقت هيروح يزوروا جده الوزير كيف هو عمل الأطفال هنا وهيعملوا أطفال هنا زي فهمت فكرة هيتربوا بأي منطق في الدنيا طيب تتة دي هتقول لهم إيه وتتة دي هتقول لهم إيه كماني طيب يبقى أن الرجل يتوجد جواه مركب نقص فطري مش بمزاجه أساسا أنه دايما كل ما هتتكلمي أه ما أنت عشان أخت الوزير فلاني ما أنت عشان بنت الفلاني ما أنت ما أنت أه أنت شايفاني مش عارف عامل إزاي عشان مش عارف صحباتك هما بيزوروهم أنا أنت عجبتني يعني أول مرة عارحها كده أن التكافؤ المال دي مش هو الأساس بالتكافؤ الاجتماعي هو الأساس طبعا 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 الدين أنت عارفة أنه يعني فيه واحد طلق صحبية عشان هي أعلم أنه أجتماعي كتير جدا أنه كان فيه فجأة ومشكلة في العلاقة بينهم الاتنين ما كانت شاء الله تتقبل الموضوع يعني سيدنا أسامة بن زيد يعني طيب بالنسبة سيدنا زيد طيب بالنسبة لكتالوج سيد 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 ها فيه كتالوج بقى استأمينة بصي هتتخدص حاولت تكتبه شو فيه كتالوج سيد سيد ده 300 صفحة انا بقى فكرت اكتب مقدمة كتالوج سيد تأمينة 35000 صفحة المقدمة نعتبر ده إطراء ولا نعتبر ده إيه ولا تعقد ولا نعتبر إيه إذا امرأة عرفت عشر رجالة مختلفين يعرفت كل رجالة الدنيا خذيها قاعدة كده 19 رجالة مختلفين عرفت كل رجالة دنيا مش محتاجة تعافي رجالة كمان وانت حفظت كل ما يدور في عقل الرجل وحياته وأفكاره إحنا بسطة إنتو كائنات معقدة جدا من جواكو إنتي المرأة يعني كل امرأة عالم الوحدة كتالوج الوحدة يعني أنا قالوا لي تعمل كتالوج ستة أمينة وتعقدت قريدي مع دار نشر إنجليزية إن أنا أعمل كتالوج ستة أمينة وكي وتدني أنا أشتغل إيه ده أنا في حياتي ستات أصلا من الصفحة بتاعتي كل واحدة فيهم ينفع من لها كتالوج خاص تلتبيت صفحة هي ومن هي الوحدة وسوها تلتبيت صفحة بس الوحدة واضحة جدا إلى حد كبير يعني يعني من الستات اللي هما لا بس أكيد فيه خطوط عامة يعني فيه خطوط عامة للمرأة يعني زي ما أنت بتقول إن المرأة بتحب الإطراء طبعا السماعي فبرضو أكيد فيه حاجات عامة برضو بجانب ده يعني أنا عارفة إن المرأة بتحب الرجل المسؤول المرأة بتحب إن الرجل اللي معاها يشعرها إن هي المرأة عن طريق تصرفاته الرجلية مش عن طريق العنف ففيه خطوط عريضة يعني خطوط عريضة بس ما تعملش كتالوج يعني تعمل تحب الراجل طبعا الرواحلي يفوت لها كتير ده راجل جميل برد بالضبط لكن أنا مثلا عندي أجيال موجودة تحب الودي الروش قوي أبو دم خفيف جيل بالكامل بدأت 16 سنة مثلا لحد 18 سنة وعندي جيل من 19-21 عايز الودي الودي من أيام زمان جدا كان أحمد رمزي لما بيطلع في الأفلام كان بيتشاف يعني جذاب أكثر من عمد حمدي طبعا يعني وكان أحمد رمزي هو الكول من كام سنة طبعا هو برضو هي نفس الإبراء لا بصي بقى النهاردة أنا ممكن أسيطر على الوعي الجامعي والعقل الجامعي لكل بنات مصر عن طريق مهند 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 في فترة صنف كل بنات العالم والمنطقة العربية كلها أنهم يحبوا الودي الأمور بشعر السياح للأمور حلو كده قابليه كازم كان ببهدر الدنيا كل البيانات اللي في الدنيا تحلم برجل ستناتي شعره اسويد جذاب وقور إلى حد كبير ماشي الرجل بشعر أبيدي الأمريكي ده اسمه إيه؟ جورج كلوني جورج كلوني حد مثلا إيه أنا مراتي منباهرة بيه أساسا أنا طلقها بسببها مساء الله لا إنسان دي استحملت كثير المراتب دي ما حدش طلع على فترة متنفعش ريان بعد اللي شافته معاك ما ينفعش لا يعني جورج كلوني وكاسم السيار عامليني مشكلة في البيت أصلي ما بنوع دخول اسمهم في البيت عندها يعني تلاقي إن كل ستة كل فترة الوعي الجمعي للستات كلها يتغير بسبب حالة ظهرت تفهمني في وقت وقت كان السياد ده هو طفان المرأة آخر سؤال لك بقى إمتى هنناقش كتاب ستة أمينة؟ والله يدعي يعني أنا فعلا اشتغلت فيها بس عايز أقولك لسه كتاب ده برجون لسه شهرين نفسي مفسي فيني احنا مشكورك كاتب إهام معود استشاري علاقات الأسرية شرفتني يا فانت ربني خيرك وكده وصلنا لآخر حلقتنا نشوفكم بكرا إن شاء الله الساعة 7 مص تسبوع على ألف خيروانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة